السلام عليكم فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام بداية وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية فإن الرئيس عبد المجيد تبون سيترأس غدا الأحد اجتماع لمجلس الوزراء وكما أضاف نفس البيان بأن هذا الاجتماع سيخصص لمناقشة مشروع المالية لسنة 2022 وكذا دراسة عروض تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة وكذا التدابير الاستعجالية لينعاش النشاط المنجمي وأيضا الصيد البحري ومن خلال هذا الاجتماع ستصدر أدة قرارات هامة من الرئيس تبون في فائدة الجزائريين ونوافقكم بآخر المستجدات حول الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر وهذا إلى غاية يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر 2021 وكحسنة أولية فقد تم إحصى لحد هذه الساعة 87 إصابة مؤكدة جديدة وتشجيل حالتين وفاة رحمهم الله وكذا تماثل 73 حالة للشفاء ومغادرتهم المستشفيات والحمد لله وسنوفيكم بالحسنة النهائية والرسمية بعد الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة